السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الاعزاء متابعي قناة بطاق عربي. اسعد الله اوقاتكم بكل الخير. معاكم مستر عمر حفني. وفي حلقة النهاردة بنحل قطع نحو من امتحانات المدارس للأعوام السابقة من كتاب الامتحان عشرين تلاتة وعشرين. سنقول اعدادي الترمي التاني. نبدأ مع بعض باول سؤال اول قطعة بتقول العلم نوره ساطع. على طول العلم ايه? جملة اسمية العلم? مو ابتدأ مرفعه علامة رفعه الضمة. ما له العلم? ما ينفعش اقول نوره. ما ينفعش اقول ساطع. هتقول لي لا ينفع اقول ساطع. بس انت كده غيرت الجملة. الجملة بتقول ان النور هو اللي ساطع مش العلم. نوره هو ساطع ده خبر جملة اسمية. مكونة من مبتدأ وخبر. نور مبتدأ. وساطع الخبر بتاع نور. طب العلم مبتدأ. يبقى نوره مبتدأ تاني. نعريبها مبتدأ تاني مرفعه علامة رافع الضمة. والهاء ضمير متصل مبني في محل جر المضاف اليه. وساطعون دي خبر للمبتدأ التاني. والجملة الاسمية اللي هي المبتدأ التاني والخبر بتاعه جملة اسمية في محل رافع خبر لكلمة العلم. فمن يسع? اسلوب شرط اهو. من? ادت الشرط? يسع. فعل الشرط كانت يسع فعل مضارع مجزوم وعلامة جازم يحس في حرف العلة. كيف يسع? اجابة سؤال كيف? اي فعل بداية جملة جديدة. كيف فيسع? مجتهدا. اجابة سؤال كيف? تبقى حاد. حال منصوب وعلامة نصب الفتحة. يسعى مجتهدا او من يسعى ايه? يحصد دي جواب الشرط. مجزوم بالسكون. يحصد دي فاعل. الفاعل ضمير مستتر. يحصد هو ثماره. مفعول به. يبقى ثماره مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة. ولقد منح. منحة بتنسب مفعولين. من اللي منح? الله فاعل. وفين المفعولين? منح الله ايه? الانسان مفعول به اول. عقلا مفعول بهتاني. طب مفكرا? لا مفكرا دو وصفنا العقل بانه بيفكرين. ناكرة وناكرة. وصفنا العقل بانه مفكر تبقى نعت. وعقلا مفعول بهتاني منصوب تبقى مفكرا نعت منصوب وعلامة نصب الفتحة. وجعله برضو جعل بتنسب مفعولين. فين المفعولين? الفاعل ضمير مستتر. الهاء مفعول به اول. مميزا مفعول بهتاني. بين ظرف المخلوقات مضاف إليه? لكي يستغل كل ما في الكون لخدمته. كي دي بتنصب يستغل فعل مضارع منصوب. يستغل هو كل لمفعول به برضو. ما في الكون لخدمته جر ومجرور. طيب احنا عربنا. عايزين نستخرج فعل لازم. يعني فعل بيكتفي بالفاعل. لا يتعدى لمفعول به. يسعى هو. ماذا يسعى? مفيش. ايه الحاجة اللي هيسعها? مفيش. او اعطوا مجتهدا دي الاستعار بنا حال. طب يحصد لمتعد. يحصد هو ثماره. طب منحه? لا ده بيتعدى المفعولين. وجعله بيتعدى المفعولين. يستغل اهو يستغل لكل لمتعد. يبقى لازم هنقول له يسعى. اسلوب شرط عندنا هو. عندنا من يسعى مجتهدا يحصد. اقول له الاسلوب بالكامل. وابدأ احدد الاجزاء. اقول له من? اداة الشرط. يسعى فعل الشرط. يحصد لجواب الشرط. فعل ينصب مفعولين اصلهما. يبقى من ظنة واخواتها. ظنة حسب زعمة خالة علمة وجد رأى جعلة. يبقى نقول له جعلة. وفاربعة اللي بينصب مفعولين ليس. يبقى اقول له منحة. منحة واخواتها. يبقى في ثلاثة هقول له جعلة. وفين المفعولين? اقول له الها جعله. والمفعول به التاني كلمات مميزة. واللي بينصب مفعولين ليس اصلهما المبتدأ الخبر. هقول له منحة. والمفعولين الانسان وعقلا جيم ابوك ذو الخلق الحسن محبوب ابوك محبوب يبقى ابوك دي المبتدأ ومحبوب دي الخبر ذو الخلق دي نعت نعت الكلمة ابوك بيقول لنا عند ادخال فعل يفيد اليقينة تصبح الجملة ايه افعل اليقين علما وجد رأى هو هنا خد علما وعلمته التالي الفاعل فين المفعولين بقى ابوك ومحبوب يبقى هقول اباك مفعول به ما ينفعش اقول ابوك نلغيها كده ما ينفعش اقول ابوك اهو اقول اباك بقى ايه وذا دي نعت نعت منصوب اباك ذو الخلق ماشي محبوبا ايوه محبوبا اللي كانوا مبتدأ وخبر هيبقوا مفعولين هقول علمته اباك ذو الخلق محبوبا والاختيار الرابع برضو ابوك ما تنفعش يبقى خلاص الاختيار رقم تلاتة دال يطقي الله ينال رضاه اربط بين الجملتين بأدات شرط جازمة طيب يطقي هيكون مجزوم نحذف حرف العلة وينال هيكون مجزوم بالسكون واللي قبلها ساكن يبقى نحذف الالف منع للتقاء الساكنين ونقول ها ازاي نقول من يطقي الله ينال رضا ها قرأ الطالب قصتين ابن الفاعل للمجهول يحذف الاول الفاعل نحذف الفاعل ضم اوله واكسر ما قبل اخير قو ري ا طالما الرأة هتبقى مكسورة هنرسم الهمزة عليها وقصتين هتبقى نائب فاعل نرفعها بقى تبقى قصتان يبقى نقول قورئة قورئة بس قصتان مؤنس هنقول قورئة عادي قورئة قصتان الشجرة اكمل مكان النقط بخبر جملة فعلية اي فاعل يبقى خبر جملة فعلية اقول الشجرة تثمر الشجرة تتزين الشجرة تبهر العين اي جملة اي فاعل يبقى خبر جملة فعلية يلا القطعة التانية الابتسامة مبتدأ هي الحياة خابر جملة اسمية. مبتدأ تاني وخابره. هي الحياة نفسها لدي التوكيد. لسه مش مكرر علينا. وحياتك كما تحبها. فان طرها. اسلوب شرطه. ان اداة الشرط. طرى ده فعل الشرط. فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم احسف حرف العلة. طراها. ان طرها جميلة تكن اه طرى ده فعل الشرط. وتكن ده جواب الشرط. كانت تكون. فعل مضارع مجزوم بالسكون. تكن جميلة. اما المتشائمون فانها في اعينهم عابسة. اه انها. انه ده حرف ناسخ. الها اسم انه. انها ايه? اه عابسة. دي خبر انه عابسة. خبر انه مرفوع. في اعينهم دجره مجرور. يبقى عابسة خبر انه مرفوع وعلامة رفع وضمع. واشد الناس. اشد الناس ده مضاف اليه. مضاف اليه مجرور وعلامة جرى الكسرة. اشد الناس سعادة المتفائلون. الحالمون. بغد مشرق. اه غد دي اسمه مجرور. يبقى حرف جر. وصفنا الغد بانه مشرق تبقى نعت. وغد مجرورة يبقى مشرق نعت مجرور وعلامة جرى الكسرة. بغد مشرق بسام. تعاد. اه ده فعلا ما ابني المجهولة هو. مضمون اول ومفتوح ما قبل اخيره. كانت تعيد بقت تعاد. تعاد فيه للانسان كرامته. ايه لا تعاد? الكرامة. كرامته هو تبقى نائب فاعل. خلاص اعربنا. الاستخراك واحد ضمير بارز. يا منفصل يا متصل متكلم مخاطب غائب اي حاجة. عنده الابتسامة هي. وهنا هي دي بتدل على المفردة المؤنسة. مفرد غائب. اتنين فاعل متعدل مفعولين. من ظنة واخوتها. عندنا هو طرى. وفين المفعولين? طرى ها الها وجميلة. يبقى هنا نقول له المفعولين. الفاعل المتعدل المفعولين طرى. الها ضمير المتصل مبني في محل النصب مفعول به. وجميلة مفعول به تاني. تلاتة فعل مبني للمجهول. واذكر نائب الفاعل. المبني للمجهوله طعاد. ونائب لفعله كرامته. يبقى اقول له الفعل المبني للمجهول طعاد. ونائب لفعل كرامته. اسلوب شرط. اقول له اسلوب كامل بقى. ان طرها جميلة تكون جميلة. ونبين اركانه. ان? اداة الشرط. ترى فعل الشرط. تكن جواب الشرط. خبر جملة الابتسامة هي الحياة. ونقول له نوعها خبر جملة اسمية. فعل صحيح. بس لازم تجيب الماضي. وفعل معتل لازم تجيب الماضي. لو في حرف علة الف ووياء يبقى معتل. لو اول علة يبقى مثال. وسط علة اجوف اخر علة ناقص. والصحيح لو في همزة يبقى مهموز. في حرف مشدد او حرفين زي بعض يبقى مضاعف. سلمت حرفه الاصلية من الهمزة والتضعيف يبقى سالم. نشوف الافعال. وحياتك كما تحب. تحب الماضي حبا. ده صحيح. صحيح مضاعف. ترى الماضي رأى يبقى معتل. تكن كان ده معتل. وتعاد عادة يبقى معتل. يبقى اقول له مثلا في الصحيح تحب. الماضي حبا. ده صحيح. وفي المعتل ترى الماضي رأى. اده معتل ناقص. تكن كان معتل اجوف. تعايد عايدة معتلة اجوف. اي واحدة من التلاتة دول هيكون معتلة. جيم ابن الفعل المجهول وعين نائب الفاعل. يحترم الناس الصادقين. فعل وفاعل ومفعول. هنشيل الاول الفاعل كده ونقول نضم اوله. طرح ما مضارع نضم اوله ونفتح ما قبل اخيره. والصادقين نرفعها بقى. هتبقى نائب فاعل مرفوع. اقول ليحترم الصادقون. ودي اللي هتبقى نائب فاعل. اقول ليحترم الصادقون ونائب الفاعل اهو الصادقون اتنين لما زي قالت بقى قيلة باعة بيعة صانة صينة لما ليما ونشيل الفاعل والمقصرون بقى هتبقى نائب فاعل نقول ليما المقصرون والمقصرون نائب فاعل مرفوع وعليه مترفع الواو لانه جامع مذكر سابق السؤال اللي بعد كده دال اختر الصواب مما بين القوسين واحد يتعاون الفريقان من اللي بيتعاون الفريقان ماذا يتعاون يبقى دا لازم اتنين انترضي لا يجزيك خيرا علامة الجزم فعلاي الشرط والجواب انترضي مجزوم علامة جزم حاسف حرف العلة نلغي كده السكون والاختيار الرابع برضو السكون نلغيه يجزي آه برضو مجزوم علامة جزم حاسف حرف العلة هتقول لي لا ده اخره كاف لا ده الكاف ضمير كانت يجزيك وحزفنا الياء يجزي معتلل اخر يبقى الاتنين حاسف حرف العلة يبقى الاختيار حسف حرف العلة حسف حرف العلة ها منحتوا الطالبتان جائزتان صوي بالخطأ منحها بتنصب مفعولين التاء الفاعل ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل الطالبتان مفعول به يبقى الطالبتين وجائزتان مفعول به تاني تبقى جائزتين يبقى انصوا بالخطأ هنقول له الطالبتين منحتوا الطالبتين جائزتين القطعة رقم ثلاثة لا يلام ده فعل مبني المجهولة هو من اللي هيلام المسلموه تبقى نائب فاعل لا يلام المسلم حين يتصف بالحياة فهو خلق جملة اسمية هو اي ضمير منفصل في محل رفع مبتدى وخلق دي الخبر خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة خلق كريم بنعت يحقق للمرأة مكانة يحقق الفعل يحقق للمرأة ماذا يحقق مكانة سامية يبقى مكانة دي المفعول به مفعول به منصوبه علامة نصبه الفتحة ويصير المدرع بتاع سارة من أخوات كانة يصير محمودا دي خبر يصير اسمها ضمير مستثر محمودا دي خبر سارة أو خبر يصير منصوبه علامة نصبه الفتحة محمودا عند الله وبين العباد وقد حثنا حث دي الفعل حثنا عليه من اللي حث الرسول تبقى فاعل فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فقال الحياء شعبة من الإيمان فلا تظن اللي هي ظنة تنصب مفعولين تظن أنت الها مفعول به أول هبتا مفعول به تاني بل خلقا مكتسبا دي معطوف لسه مش مكرر علينا إن تتحلى أسلوب شرط إن تتحلى يعلى إن أداة الشرط تتحلى فعل الشرط فعل مدرع مجزوم وعلامة جاز محاس في حرف العللة يعلو برضو مجزوم وعلامة جاز محاس في حرف العللة اللي هيعلو قد روكا دي فاعل ولذلك تحلى يعني التصفى تحلى به من اللي تحلى الصحابة جميعهم أعربنا استخرج يلا من الفكرة فعل مبني للمجهول وحدد نائب الفاعل الفعل المبني المجهول يلام نائب الفاعل المسلم واكتب له يلام المسلم أسلوب شرط عندناه إن تتحلى به يعلو قدركا واكتب له الأسلوب كامل وقول له إن أداة الشرط تتحلى فعل الشرط يعلو ده فعل جواب الشرط ثلاثة فعل ينصب مفعولين وإحنا قلنا ظن وفين المفعولين قلنا الهاء وهبة يبقى نكتب له تظن والهاء في كلمة تظنه دي المفعول به الأول وهبة دي المفعول به الثاني فعل لازم يعني فعل بيكتفل بالفاعل وفعل متعدل مفعول به واحد يعني بلاش يظن أقول له في اللازم يتصف لإن يتصف يتصف الإنسان ماذا يتصف مفيش بالحياة دي جره مجرور ومتعدل مفعول به واحد يحقق يحقق إيه؟ مكانة بيتعدى المفعول به جيم أجب بما هو مطلوب أنت ذو علم أنت مبتدأ وذو خبر مرفع بالواو أدخل على الجملة فعل مناسب ينصب مفعولين من أخوات ظن يبقى أنت هقول ظننت أنت ولا ظننتك ظننتك ذو علم بس ذو هتبقى مفعول به منصوب مفعول به تاني تبقى ذا ظننتك ذا أو وجدتك ذا أو علمتك ذا أو وجد الفعل والكاف مفعول به أول التأذي الفاعل الكاف مفعول به أول وذا بقت مفعول به تاني منصوب علامة نصب الألف لأنه اسم من الأسماء الخامسة. اللافي يخون وطنه تهون عليه كرمته. ضع من بدلا من اللافي. يعني عايزك تعمل أسلوب شرط. هنشيل اللافي ونحط من. بس من بتجزم. بتجزم فعل الشرط يخون وهتجزم جواب الشرط تهون. يخون هيكون مجزوم بالسكون. يبقى نقول تاخن نحزف الواو منع للتقاء الساكنين. من يخن وطنه تهون تهون برضو. تهون نحزف الواو منع للتقاء الساكنين. هنقول من يخن وطنه تهون عليه كرمته. صوي بالخطأ. فيما يلي. البست الأم البسة. ده فعل بينصب مفعولين. الأم الفاعل. ابنتها مفعول به أول. ثوبا بعد مفعول به تاني. وجديدا نعت. تبقى جديدا برضو منصوب. يبقى أول البست الأم ابنتها ثوبا مفعول به تاني منصوب. وجديدا نعت منصوب. ها الطلاب مرفوعها. الطلاب المتفوقون. الفعل المبني للمجهول. هنا عايزين نقول كوفيقة. لان الفعل المبني للمجهول الماضي مضموم أوله. ومكسور ما قبل آخي يبقى كو. آي وماشي كل كو. كوفيقة? لا الا قبل الآخير قصرة. لو مرسمة على الالف كده يبقى فاتح ما ينفعش فاتحة. مرسمة على الواو تبقى بلاها ضمة وتنفعش ضمة. كو فئة مرسمة على اليا يبقى بلاها قصر يبقى هي دي كو فئة. مرسمة على الساطر يبقى بلاها ماد لأ مفيش قبلها اصلا حاجة. المفروض تترسم اصلا عليها مش عالصادر. يبنقول لكم فئة الطلاب المتفوقون. القطعة اللي بعد كده رقم اربعة. طلب العلم سمة من سمات الامم الراقية. جملة اسمية طلب مبتدأ طلب العلم مضاف اليه سمات دي خبر. من سمات جره مجرور الامم مضاف اليه الراقية نعت. نعرف طلب الاول. مبتدأ مرفعه علامة رفع الضم. حثت تحفت الفعل من اللي حست الاديان فاعل مرفوع بالضمة. لما له من فوائد. خلي بالك الاديان مرفوع بالايه? بالضمة. ما لكش دعوه بالالف. دي جمع تكسير. يرفع بالضمة. لما له من فوائد جمع. في الارتقاء بالمجتمعات. فقد دعانا من اللي دعا الرسول دي الفاعل. رسولنا الكريم. دي نعت. نعت اللي كلمة رسول. هتقول لي طيب النعت اصلا المفروض معرفة ومعرفة. ايوة. ما هي رسول معرفة لان فيها ضمير? والكريم معرفة لان فيها الف ولام. ووصفنا الرسول بانه الكريم صلى الله عليه وسلم تبقى نعت. ورسول دفاع المرفوع. يبقى الكريم نعت مرفوع وعلامة رفعه ضمه. صلى الله عليه وسلم دعانا اليه قائلا. قائلا دي حال. حال منصوب وعلامة نصب الفاتح. طلب العلم فريضة. طلب العلم فريضة على كل مسلم. فمن اصلاب شرط? من يظن طلب العلم مضيعة للوقت يتأخر. يبقى اصلاب شرط اهو. من اداة الشرط? يظن فعل مضارع. مجزوم بالسكون. يتأخر برضو مجزوم بالسكون. يظن طالب العلم. اه يظن دي بتنصب مفعولين. يظن هو طالب مفعول به اول. العلم مضاف اليه. مضيعة مفعول بهتاني. يبقى مضيعة مفعول بهتاني. منصوبه علامة نصبه الفاتحة. للوقت يتأخر عن مواكبة الحضارة الحديثة. ويشل فكره عن فهم نظريات العلم المتجددة المتلاحقة. يقول شاعر النيل. حافظ ابراهيم. فتعلموا. فالعلم مفتاح العلا. لم يبقي بابا للسعادة مغلاقة. اعرابنا. نستخرج يلا خبر ونبين نوعه. اول جملة طلب مبتدأ. ما له طلب العلم سيمة. وكلمة واحدة واسم يبقى نقول له مفرد. او فريضة. طلب العلم فريضة. برضو خبر. كلمة واحدة واسم يبقى مفرد. فعل لازم بيكتف بالفاعل. واخر متعد المفعولين. عندنا المتعد المفعولين هو ظن. يظن. والفعل اللازم اللي بيكتف بالفاعل. هقول له حفثة. حفثة الحضارة. يتأخر هو. برضو لازم. يبقى اي واحدة من دول لازم. والمتعد هنقول له يا ظن. اسلوب شرط. واعرب جواب الشرط. عندنا اسلوب الشرط اهو. من يظن طلب العلم مضيعة للوقت يتأخر. لازم اقول له الاسلوب بالكامل. وعندنا من دي الاداة يظن دي فعل الشرط. يتأخر جواب الشرط. عايزين نعرب الجواب. جواب الشرط. فعل مضارع مجزوم وعليه متجزم السكون. فعل صحيح. واخر معتل. لازم تجيب الماضي الاول. عندنا حفة. او ده صحيح. حفة. وعندنا دعانا دعاء. ده معتل. معتل ناقص. قائلا قال ده معتل. معتل اجوف. يظن ظن لا ده صحيح. يشل شلة لا ده صحيح. يقول قال ده صحيح. يبقى في الصحيح مثلا اقول له حفة او ظنة او يشل. وفي المعتل اقول دعاء او يبقي اللي هو بقى. لم يبقي بابا السعادة مغلقة. او تعلمه تعلمه علمه برضو صحيح. نائب فاعل. واذكر علامة اعرابي. هو فين الفعل المبني المجهول? يشل. يشل. ده فعل مبني المجهول. يشل ايه? فكره. يبقى فكره ده نائب فاعل مرفع علامة رفع الضم. جيم. يطلب العلم تسمو مكانته وتعلو منزلته. اربط بين الجملتين بادة شرط جازمة. يعني يطلب هيكون فعلا مضارع مجزوم بالسكون. ما فيش تغيير. تسمو هيكون مجزوم وعلامة جازمة حسف حرف العلة. لازم نحزف في الواو دي. نقول مسلا من يطلب العلم تسم ونشل الواو ونحط مكانها ضمة كده. تسمو مكانته وتعلق. تعلق ده هيكون مجزوم برضو. لانه معطوف على تسمو. تسمو وتعلق. تسمو مجزوم يبقى تعلق برضو. مجزوم يبقى نحزف برضو حرف العلة. وتعلق منزلته. وتسمو وتعلق مجزوم وعلامة جازمة حسف حرف العلة. ده الكوفيئة الطالبتان. كوفيئة الطالبتان دي نائب فاعل نائب فاعل مرفوع علامة رفع الألف لأن هنا الفعل مبني المجهول كوفيقة ابني الفعل المعلوم عايزين نخليه بقى معلوم مش هنقول كوفيقة هنقول كافأة ونجيب الفاعل أي فاعل نقول كافأة المعلم أو كافأة المعلمتان كافأة المعلمتان هذا الفاعل الطالبتين بقت مفاعل به منصوب وعلامة نصبه لها طيب لو قلت كافأة المعلم الطالبتين برضو عادي لان لما نبنى المجهول هنقولكو فيها اطباط الطالباتان ها البسني الاسلام تاج الجاه تاج الحياة المفعولان على الترتيب البسة ده الفاعل الاسلام الفاعل البسني الضمير اه في محل النصب مفعول به اول وتاج مفعول به تاني يبقى هناخد ياء المتكلم والاسلام لا ياء المتكلم وتاج ايوة ده الاختيار الصحيح والقطع اللي بعد كده رقم خمسة بتقول ان العمل اساس انه حرف ناسخ العمل اسمه انه منصوب اساس دي خبر انه مرفوع اساس التقدم خبر انه مرفعه علامة رفعه الضمه والتقدم مضافئ ليه ويرفع الاوطان ومتى اسلوب شرط مات يقبل الانسان على العمل باخلاص يانل اه يبقى متى ادات الشرط يقبل فعل الشرط يانل ده جواب الشرط يقبل دفاع للانسان الفاعل على العمل جره مجرور باخلاص جره مجرور يانل برضو مجزوم بالسكون ويقبل مجزوم بالسكون يانل هو اخترام مفعول به منصوبו علامة نظب و الفتحة احترام الناس مضاف إليه ويثاب الفعل مبني المجهول يثاب المخلصون نائب فاعل في عملهم ويمنح وهي منحها الله الفاعل هم الضمير في محل النظب مفعول به أول الأجر مفعول به ثاني العظيم معرفة ومعرفة وصفنا الأجر بأنه عظيم تبقى نعت العظيم منعت منصوبوا علامة نظب و الفتحة لأن الأجر مفعول به ثاني لذا يجب العمل يجب ده فعلا لازم العمل دي الفاعل يجب العمل بجد لرفعة الوطن لرفعة جره مجرور الوطن مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسر أعرب نستخرج فعل لازم طالما فيه يجب اكتبها على طول وانت مطمن وممكن أقول له مثلا يقبل يقبل الإنسان ده برضو فعل لازم لأنه اكتفى بالفاعل فعل متعد المفعول به واحد عندنا هو يانل هو ايه احترام متعد المفعول بواحد وحدد المفعول اقول له يانل وكلمة احترام دي المفعول به فعل متعد المفعولين قلنا يمنح فين المفعولين قلنا الضمير والأجر يقول له يمنح الضمير في كلمة يمنحهم والكلمة المفعول بالتاني كلمة الأجر فعل مبني المجهول عندنا يوثاب فين ايه بالفاعل والمخلصون يوثاب المخلصون اسلوب شرط نكتب الاسلوب لحد دجواب الشرط وبين أجزائه ولو متى دات الشرط يقبل فعل الشرط يانل دجواب الشرط جيم أجب ما هو مطلوب بين القوسين ظننتكما فائقين احذف الفعل الناسخ وفاعله لهي ظنة والتاء الفاعل يبقى كما فائقين أنتما بقى أنتما وده ترجع تاني خبر يبقى أنتما فائقان لأنها مثنى أقول أنتما فائقان اتنين أخوك مخلص مبتدى مرفع بالواو ومخلص خبر مرفع بالضمة أدخل على الجملة فعل يفيد اليقين علي ما وجد رأى وغير ما يلزم أقول علمته أخاك أقول علمته أو رأيته أو وجدته أخاك مخلصا مفعول به ومفعول به تاني منصبي عاد الربيع ليملأ الأرض بهجة فساعدنا بقدومه واحتفلنا به الفعل المتعدي في الجملة السابق عادة عادة الربيع ماذا عاد؟ مفيش يبقى ده لازم ليملأ يملأ الأرض ماذا يملأ الأرض؟ بهجتان يبقى ده متعاد يهو يبقى ناخد على طول يملأ طب نتأكد برضو ساعدنا من اللي ساعد؟ احنا ماذا ساعدنا؟ مفيش يبقى لازم احتفل من اللي احتفل؟ احنا ماذا احتفلنا؟ مفيش يبقى المتعد هنا يملى ونكتفي بهذا القادر في كل حلقة بنحل خمس قطع هنكمل مع بعض في الحلقات اللي جاية بتمنى لكم التوفيق لايك للفيديو شار الفيديو لكل صحابك عشان يستفادوا شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته